طيب الغريب الآن يعني هذا المشاغل جاي وراء بعض عام ستة وخمسين سووا للمصنع عام سبعة وخمسين بالضبط سووا مصنع البيبسي متى كان ملاحق وكيف؟ زي ما قلت لك هو كان يعمل من بعد صلاة الفجر يعني أربعة وعشرين ساعة يعمل لاحظوا أن البيبسي في ذاك الوقت يتم استيراد من البحرين بكميات بسيطة في ذاك الوقت مع الحر في البلد رأوا أن له استحسان كبير يعني انعاش واستحسان كبير في ذاك الوقت فكر كيف أني أنا حاول أجيب كان في مجموعة برضه معاه من التجار يفكرون نفس الفكر هو ما حب الشراكة في هذا الأمر كان معروض أن يكون في شراكة مع تجار آخرين عشان يبدأ هذا النشاط هو قال لا هو يبغى يعمل هو أخوه عمي وأبناء عمي الله يرحم اللي راح ويحفظ اللي موجود وش الحكمة في هذا المصلح تحديدا؟ يرأى أنه عنده الإمكانية وعنده الطموع وعنده الشغف وعنده الخبرة والمال البسيط في ذاك الوقت يعني يرأى أنه لوه دخل مع شركة ثانية هو اللي راح يدعمهم مو بهم اللي راح يدعمونا بالرغم أنه دخل في شراكات كثيرة مختلفة لكن في هذا الموضوع ما رأى أنه يكون في شراكة سبحان الله وسبحان الله حكمته كانت في محلها يعني لما بدأ حاول يفكر استعام بنفس الأشخاص اللي هو يتعامل معهم استقطب طبعا الناس كثير اللي هم يتكلموني أرسل بعضهم قالوا له أنه بيبسي لهم مصنع في لهم مكتب في بيروت أرسلوا لهم قالوا لهم أنه إحنا كذلنا الرغبة وإلى آخرة طبعا من الزمان ما كان في حاجة اسمها بروفايل للشركة ولا يعني قالوا لهم يعني في ذاك الوقت الرياض صعبة الموية صعبة الكهرب يتقطع ما كان في الإمكانيات العالية وش الإمكانيات اللي عندهم قال إحنا أهم إمكانية أهم طلبات عندنا في هذاك الزمان أننا إحنا نحن عندكم تحققون أمري الموية الموية العذبة والكهرب أن الكهرب ما ينقطع عشان ما تخرب ما يخرب المنتج تعم فالوالد في هذاك الوقت كان أميم مدينة الرياضة هو الأمير فهد الفيصل من فرحان الله يخفر له يرحانه كان إنسان نشيط في هذاك الوقت كان يسعى لنهضة الرياض ويحاول أن يطور الرياض بشكل كبير من أهم إنجازات الإدامة هي معروفة عنه شارع الستين إذا تذكره تكلم الوالد مع الأمير فهد قال له يا أمير عندنا الموضوع الفلاني ترى إذا أقيم المصنع في الرياض هذا راح يحسب لمدينة الرياض أنه شركة عالمية أقامت مصنع هنا ليش هو المصنع موجود في بعض دول خليج وش موجود عندنا قال له الأمير أنا مرحب بالفكرة وأهله وسهل بالعكس قال بس في طلبات قال وشهي قال طالبين مننا الموية والكهرب إذا حققنا الأمرين والموقع قال موقع إحنا مبدين حاطين عيننا على موقع بعين لكن نطلب من الله ثم منك إنك تحقق هذه الأمرين طبعا الوالد بغى يستشعر رأي الأمير فهد قبل لا يأخذ تأكيد ومباركة الأمير سلمان الملك سلمان الله يحفظه قال إذا أنت عطيتني أنا بأخذ المباركة من الأمير في هذا كل وقت درس الأمر قال الأمير فهد بالعكس إحنا جاهزين إحنا يهمنا أن الرياض تكون يعني تعاصر ويكون فيها اسم عالمي وإحنا راح ندعم إحنا وإياكم تحقيق هذا الأمرين الوالد بلغ الأمير الملك الله يطول عمره قال له الأمر كذا أيد الفكرة وقدم الدعم الكامر له في الأكل